علي معلول جماهير النادر أهلي بتعشق هذا اللاعب وعلي معلول كانت إصابة شديدة في وطر أكيلس إحنا بقلنا قد إيه ووصلنا الفين في الألاج ويعني كل شوية بس مع أخبار متضربة عن تاريخ عودته للملاعب إحنا علي طاب في منتصف شهر الخمسة في مصر النهاي قدام تراجي في تونس نعم أدرى العملية المعليات خلال الأول مرجعنا مصر إحنا الثاني يوم عملنا قرانين نتأكده وبعدها الثاني يوم عملنا العملية خلال الأحيانة في مصر المدة التي نطاط عليها أنها تبقى ست شهور من تاريخ الإطابة نعم إحنا علي الآن داخلنا في خمس شهور علي الآن يعني كم يوم وهبدأ أعلى أنه داخل المرحلة الثالثة والأخيرة إن شاء الله في التأهيل وبإذن الله علي حالته قويسة وأموره مستقرة فمتفاعل بي يعني إن شاء الله آخر شهر الجاي بإذن الله بإذن الله بإذن الله آخر شهر 11 بإذن الله بإذن الله طيب الإصابة الأكبر عندك يا صابت كريم فؤاد دس قبل إصابة كريم فؤاد كنت شايفك قعد مع كريم ندفد كان في حاجة قبل التمرين لا 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 خالص لا ندفد حاجة الحمد لله طيب كريم فؤاد ضد كريم كان صابت في المطش أو قتاع يعني من فقط أدرك من هي صابت صعبة في الرباط الطريب الأماني نعم وكان صابت ضمن أعملها برّة على ما تأشرت طلالة ساعاتنا دعف الجهاز الإداري كله يعني كتبت مرعة لكتبت مار عملناها في ألمانيا مدل الدقعة طبعا للعيب طريبي نبدأ من 7 إلى 9 شهور نعم 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 اموره جائدة جزاً نعم المحادة الأولى بشكل جايد لتعادة المدل الحركة للرقبة نعم نشكر ده كفت للعاجب ترجمة نانسي قنقر